The all set for race number three The Roof and Racing انطلق شوطة ثالث من مسافة الـ 1400 متر للجيادة المبتدئة لانتاج محلي لعمر الثلاث سنوات فقط لغير بانطلاقة 11 من الجيادة اللوكل بانطلاقة طوفان هو الذي يتصدر سباق من البداية مع الفارس عبدالله فيصل اللي انطلق من البوابة الثانية بينما تلحق به ثانيا كلاودز هيل مع الفارس رونا بيندار العفور بمحاذاة السياج في المركز الثالث والمركز الرابع هناك يتواجد بادي ماثرز اذا نعود الى الصدارة والمركز الاول حتى الان مع طوفان المرشح الاول في هذا الشوط الحائز على المركز الثالث في اخر مشاركاته في المركز الثاني هناك تتواجد كلاودز هيل بشعار الـ M&E Racing مع الفارس رونا بيندار في المركز الثالث والمركز الرابع العفور المركز الخامس هناك ايضا افراح مع الفارس بادي ماثرز اصالة في المركز السابع هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهاية ويتزال الصدارة والانطلاق متواصل حتى الان مع طوفان سلالة بلوسار واكتيفيا مع الفارس عبدالله فيصل الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسية المركز الثاني هناك ايضا العفور مع الفارس لينيومان ومن وسط الجيال هناك انطلاقة ايضا ايضا لدينا ذرخام مع الفارس حسن الصفار فعلا ايها المتابعون الكرام هنا المرشح الاول طوفان الى ثالث يشواط الأمسية بكل سهولة ورياحي المركز الثاني افراح والعفور في المركز الثالث والمركز الرابع الصالة اذا المرشح الاول طوفان من ينتجع صدارة الشوط الثالث